موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الثلاميذ لحصة من حصة علوم الحياة والأرض والتي نخصصها لتتمة الجزء تصحيح الجزء الثاني من الامتحان الوطني الامتحان الباكالورية لسنة 2018 لشعبة العلوم الجريبية مثلك العلوم الفيزيائية تتذكرنا أننا قمنا بتصحيح التمرين الخاص بالمكون الأول استرداد المعارف ثم تصححنا كذلك التمرين الأول من المكون الثاني الذي يخص للسدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني إذن نتذكر جميعاً التمرين الأول كان بخصوص استهلاك المادة العضوية تدفق الطاقة الآن ننتقل التمرين الثاني والذي يخص أسئلة حول استعمال المواد العضوية وغير العضوية وتمرين الثالث حول الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونية الصفائح إذن نشرع الآن بصحح تمرين الثاني من المكون الثاني نذكر دائماً أننا نصحح امتحان الوطني لسنة 2018 للدورة الاستدراكية إذن نبدأ بقراءة موطايا التمرين أصبح موضوع النفايات المنزلية من القضايا اليومية التي تمس الفرد على المستويين المهاني والأسري نظراً للمشكلة التي يطرحه تزايدها المستمر كماً وكيفاً وخطورةً من أجل تعرف آثار هذه النفايات على البيئة في المغرب والوقوف على تقنيات تدبيرها ومعالجتها نقترح الموطايات الآتية إذن أعزائي التلاميذ هنا يجب التركيز جيداً قراءة متأنية لهذه الموطايات لأنها تحدد لنا الهدف الذي ستجدون مجموعة من الأسئلة إذن هنا أن هناك مشكل تطرحه النفايات هذه النفايات مشكل فهو كمي وكيفي وكذلك في خطورته الهدف هو التعرف آثار هذه النفايات على البيئة في المغرب والوقوف على تقنيات تدبيرها ومعالجتها إذن جمعة من الموطايات المقترحة تبين الوثقة وحتى تطور نسب بعض مكونات النفايات المنزلية بالمغرب والمدة اللازمة لتحللها في الطبيعة وتقدم الوثقة إثنان مقارنة نسب هذه المواد والرطوبة في النفايات المنزلية بكل من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هنا الجدول الذي يتضمن مكونات النفايات المنزلية نسبها في أربع سنوات ألف وتسعمائة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وتسون ألف وأربعة ألف وتلاتة عشر وكذلك المدة اللازمة لتحللها في الطبيعة الوثقة الثانية والمتضمنة لمقارنة بين نسب كل من المواد العضوية والرطوبة في ثلاث بلدان في المغرب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهناك ثلاثة أسئلة لنقرأ هذه الأسئلة أولاً اعتماداً على معطيات الوثقة واحد صف تطور كل مكون من مكونات النفايات المنزلية في المغرب ثم بين أين تتجلى خطورتها على البيئة ثانياً اعتماداً على معطيات الوثقة اثنان قارن نسبة المادة العضوية والرطوبة في النفايات المنزلية بالدول ثلاث والسخرج خاصيتين للنفايات المنزلية في المغرب ثالثاً من خلال إجابتك عن السؤال رقم اثنان واعتماداً على مكتسبتك اقترح تقنيتين ملائمتين لتتميني النفايات المنزلية بالمغرب لنجيب عن الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول نقرأ جيداً السؤال اعتماداً على معطيات الوثقة واحد يجب تركيز على المعطيات الوثقة إذن يجب استثمار هذه الوثقة لتوصل إلى الجواب إذن لا نبحث عن الجواب خارج هذا الإطار ما هو مطلب منه؟ هو الوصف إذن يجب وصف ماذا؟ وصف تطور كل مكون من مكونات النفايات المنزلية في المغرب ثم نبين أين تتجلى خطورة هذه النفايات على البيئة إذن للجاوب على السؤال نرجع إلى الجدول مطلب منه هو الوصف إذن يجب وصف هذه المعطيات يعني ننتقل من معطيات على شكل الجدول إلى معطيات سنعبر عنها بواسطة جمل مفيدة كما لو أن هناك شخص لا يرى هذا الجدول والمطلوب منه انطلاقا من وصفنا سينجز لنا هذا المبيان إذن هنا سؤال واضح تطور كل مكوين ولدينا أربع مكونات إذن هنا يجب أن تكون أربع عوارض في كل عارضة نصف أحد هذه المكونات نبدأ بالمكوين الأول المواد العضوية ماذا تلاحظون؟ كيف كانت نسبة المواد العضوية في سنة 1960؟ فهي خمسة وسبعون في المئة في حين في سنة 2013 وصلت إلى سبعين في المئة يعني ماذا حدث؟ هناك الخفاض طفيف في نسبة المواد العضوية نسجل ذلك الخفاض طفيفها بشكل ضعيف حيث انتقلت من 75% سنة 1960 إلى 70% سنة 2013 وثلاثة عشر الآن ننتقل إلى المكوين الثاني البلاستيك كيف كانت نسبة البلاستيك في سنة 1960؟ 0.3% وصلت إلى 10% يعني ماذا هناك؟ هناك ارتفاع إذن يجب أن يتضمن جوابكم مصطلح ارتفاع ولا بأس نحدد نشير إلى قيم مرجعية هنا نأخذ في البداية كيف كانت 0.3% سنة 1960 ووصلت إلى 10% سنة 2013 نعبر عن ذلك نقول على أن بالنسبة البلاستيك ارتفعت نسبته بشكل كبير حيث انتقلت من 0.3% سنة 1960 إلى 10% سنة 2013 ننتقل لمكوين ثالث ماذا نستجل؟ هناك ارتفاع إذن نعبر بنفس الطريقة ارتفعت نسبتها حيث انتقلت من 0.4% سنة 1960 إلى 2% ثم ننتقل إلى المكوين الآخر الورق نستجل أنها انخفضت نسبته بشكل كبير من 20% إلى 7% سنة 2013 لكن السؤال لم نتمم إجابة على السؤال هناك شق تاني في السؤال ثم بيّن يجب أن لا نغفال على ذلك لكل جزء له نقطته إذن يجب حتى لا نضيع في النقطة إذن هنا لدينا مطلوب مننا أي نتج جل خطورة هذه النفايات نتذكر أن في البداية المعطيات أشاروا إلى أن هناك خطورة كمان كيفان وخطورتان لاحظوا هنا تنوع المكونات إذن فهي متنوعة من حيث الكيف من حيث الكم كذلك تزداد كميتها خاصة المكونات البلاستيكية والعناصر البلاستيكية والمعدينية هناك كذلك في العمود الآخر نشير هنا يجب استثمار جميع المعطيات المتضمنة في الوثيقة المدى اللازمة لتحللها في الطبيعة ماذا نلاحظ بالنسبة للمواد العضوية فهي من ثلاث إلى ستة أشهر الوراق الذي تعدى 12 شهرا لكن بالنسبة للمعادن لاحظوا أنها مدة تحللها فهي كبيرة جدا تصل إلى 450 سنة بالنسبة للمعادن وقد تصل إلى 500 سنة بالنسبة للمعادن إذن فهذا سيشكل خطورة إذن تنوع المكونات الكميات خاصة البلاستيك والمعادن وكذلك مدة تحللها الطويلة من بين العناصر التي تشكل خطورة إذن تتجلى خطورة نفاية المنزلية في المغرب على البيئة في تنوع مكوناتها غيناها بالبلاستيك والمعادن التي تتطلب مدة زمنية طويلة لانحلالها ننتقل للسؤال الثاني نقرأ السؤال اعتمادا على مطاية الوثيقة نقارن نسبة المادة العضوية والرطوبة في النفاية المنزلية بالدول الثلاث والسخرج خاصيتين للنفايات المنزلية في المغرب نرجع للوثيقة اثنان إذن هنا الوثيقة اثنان ماذا تمثل مقارنة بين المواد العضوية والرطوبة نسبتها نسبة المواد العضوية والرطوبة في ثلاث بلدان في المغرب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ماذا نلاحظ كيف هي نسبة المواد العضوية في المغرب مقارنة مع فرنسا ومقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية نقوم بإسقاط على محور الأراتيب بالنسبة للمغرب نجد أن النسبة غاية تقارب 80-8% في حين في فرنسا فنسبة المواد العضوية تقريبا فهي ثلاثة في المئة في حين في أمريكا تقريبا 18% إذن هنا النسبة في المغرب فهي أعلى من نسبها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كذلك بالنسبة الرطوبة قارنه إذن هنا فهي مرتفعة مقارنة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودائما في المقارنة أو الوصف نعطي القيام تشير هنا تقريبا 60% هنا في حالة فرنسا فالرطوبة تقريبا أكثر من 30% ثم نفس الشيء كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية نصير جمال مفيدة نعبر بها عن المقارنة إذن نقول هنا بالنسبة الموض العضوية يلاحظ ارتفاع نسبتها في النفات المنزلية في المغرب نعطي رقم 8% مقارنة مع فرنسا فهي لا تتجاوز 30% والولايات المتحدة 18% نفس الشيء بالنسبة الرطوبة ارتفاع نسبتها في المغرب مقارنة مع فرنسا 35% والولايات المتحدة تقريبا 33% إذن نقول من بين المميزات أنها غنية بالمواد العضوية وكذلك الرطوبة المرتفعة فيتفر على كمية مهمة من المواد العضوية وكذلك نسبة نسبة الرطوبة فهي مرتفعة ننتقل للسؤال الثالث من خلال إجابتك عن السؤال رقم 2 واعتمادا على مكتسبتك اقترح تقنيتين ملائمتين لتتمين نفايات المنزلية بالمغرب لاحظوا هنا السؤال مطلبنا من خلال إجابتك عن السؤال رقم 2 ماذا توصلنا في السؤال رقم 2 على أن هذه النفايات فهي مقارنة مع فرنسا وأمريكا غانية بالمواد العضوية إضافة إلى الرطوبة وبما أنها غانية بالمواد العضوية ما هي التقنية التي نقترحها؟ وهنا نحتاج إلى اعتماد مكتسباتنا في الطرس ماذا رأينا؟ إذن هنا نرجع إلى الطرس وخاصة في الفصل الأول الخاص بالنفايات المواد العضوية النتجة عن الاستعمالات المنزلية ورأينا مختلف التقنيات نتذكر من بين التقنيات هناك إنتاج البيوغاز هناك إنتاج السماد العضوي هناك تقنيات الترميذ من بينها التقنيات التي تعتمد على توظف فيها تتمين مواد عضوية إذن هنا نتذكر غانية بالمواد العضوية ورطوبة نقترح مثلا إنتاج البيوغاز البيولوجي لأنها تحتوي على مواد عضوية وكذلك إنتاج السماد العضوي كتقنيتين من أجل ماذا؟ من أجل تتمين هذه النفايات بدل رميها في الطبيعة إذن فنستفيد منها عن طريق هذه التقنيتين ننتقل لدائما نستمر في التمرين تشكل الليكزيفيا وتعلمون أنها هي عبارة عن عصير النفايات الناتجة عن النفايات المنزلية بالمغرب عائقاً كبيراً أمام تدبير المطارح العمومية من بينها المطارح العمومي المراقب لمدينة أغادير وقد طور الباحثون تقنية بسيطة وغير مكلفة لمعالجة الليكزيفيا عبر إخضاعها لتهوية مكتفة كما توضح الوثيقة ثلاثة وتبين الوثيقة أربعة تأثير التهوية المكتفة للليكزيفيا الناجمة عن النفايات المنزلية للمطرح المراقب بمدينة أغادير على قيمة كل من دي بي أو خمسة تتذكرون هذا المعيار الطالب البيولوجي على الأكسجين خلال خمسة أيام وكذلك معيار دي سي أو وهو الطالب الكيميائي على الأكسجين هذا فيما يخص الوثيقة أربعة كما تلاحظون فهو عبارة عن مبيانين مبيانين حول تغير نسبة دي سي أو نطلب مننا سؤال الرابع الرابع اعتماداً على الوثيقة أربعة قارن تطور كل من دي بي أو خمسة و دي سي أو في الليكزيفيا الخاطئة التهوية والليكزيفيا الشاهدة والسؤال الخامس مستعيناً بالوثيقتين ثلاثة وأربعة ومكتسباتك فسر تغير دي بي أو خمسة و دي سي أو في الليكزيفيا الخاطئة للتهوية الآن نشرع في الإجابة على السؤال الرابع تذكروا أعزائي التلاميذ يجب قراءة متأنية للسؤال لفهمه السؤال هنا يتضمن الفعل قارن اعتماداً على ماذا؟ يجب أن نعتمد على الوثيقة رقم أربعة نقارن تطور كل من معيار دي بي أو خمسة و دي سي أو في الليكزيفيا الخاطئة للتهوية والليكزيفيا الشاهدة نرجع لمبيان الوثيقة أربعة للمقارنة لاحظوا المبيان ماذا يوضح لنا تغييرات كل من الدي سي أو والدي بي أو خمسة بدلالة الزمن في الإكزيفيا الخاطئة للتهوية والليكزيفيا الشاهدة نبدأ فيما يخص هنا الدي سي أو سي نبدأ بالدي بي أو خمسة في الشكل آلف لاحظوا ماذا نلاحظ فيما يخص الدي بي أو سينك بعد الدي بي أو خمسة يحدث لهناك انخفاض كبير مقارنة مع لاحظوا المبيان المنحنة هنا فهو منحنة ميلا كبير مقارنة مع مثيله في حالة الإكزيفيا الشاهدة إذا نقول هناك انخفاض سريع لدب أو سينك في الإكزيفيا الخاضعة للتهوية مقارنة مع قيمته في الإكزيفيا الشاهدة كذلك فيما يخص دي سي أو نلاحظ أن هناك انخفاض كبير ثم تدريجي في حالة الإكزيفيا الشاهدة دي سي أو سينك ينخفض قليلا ثم يبقى مستقرا إذا ما نعبر عن ذلك؟ بالنسبة لدي بي أو خمسة نلاحظ انخفاض سريع لتركيز دي بي أو خمسة في الإكزيفيا الخاضعة للتهوية بالمقارنة مع تركيزه في الإكزيفيا الشاهدة كذلك نفس الشيء بالنسبة لدي بي أو خمسة نلاحظ انخفاض سريع هنا أذكركم لا بد أن يتضمن جوابنا هذه المصطلحات انخفاض أو ارتفاع لأن لدينا مقارنة حتى لماذا؟ من أجل أن نستخلص أهمية هذه التقنية مثلا للتهوية إذن حتى السهولة استثمار هذه المعطيات إذن دائما في المقارنة نوضيف هذه المصطلحات منخفاض ارتفاع هناك انخفاض سريع ثم مع تركيز مقارنة مع الإكزيفيا الشاهدة الذي ينخفض بشكل طفيف بعد مرور عشرة أيام ننتقل للسؤال الخامس نقرأ السؤال مستعينا بالوثيقتين ثلاثة وأربعة ومكتسباتك فسر تغيير دبي أو خمسة والدس أو في الإكزيفيا الخاضعة للتهوية نحتاج إلى تفسير لماذا رأينا في الإكزيفيا التي خضعت للتهوية خفاض سريع في حين كان الخفاض طفيف في الإكزيفيا الغير خاضعة للتهوية نحتاج إلى استعانة بالوثيقتين سنفسر هذا التغيير إذا الوثيقة ثلاثة قالت لنا أن هناك الخفاض سريع الوثيقة أربعة تفسر لنا ذلك يعني تقنية التهوية لاحظوا لدينا هنا نستعمل الإكزيفيا وهنا بوسط التيار كهربائي نقوم بإحداث تيار هوائي ينتقل ويقوم بتهوية هذه الإكزيفيا معطى مهم يجب قراءة أي كلمة في الوثيقة حتى نستفيد منها ملاحظة تساهم قوة التيار الهوائي الناتج عن أجهزة تهوية في هدم المواد القابلة للتأكسود المواد القابلة للتأكسود وهنا سيساعدون على تفسير دسعو الدسعو هو طلب الكيمياء الأكسجين يعني قدرة أكسادة مواد على التأكسود بوجود هنا تهوية إذن وجود هذا التهيار الهوائي سيفسر لنا ذلك الخفاض السريع في الدسعو وكذلك هذه التهوية ستمكن من رفع نشاط المتعضيات مما سيمكن من رفع من الدب أو خمسة نعبر عن ذلك يفسر الخفاض دسعو في الإكزيفيا الخاضعة للتهوية بتأتي قوة التيار الهوائي المطرح هنا في الوثيقة إلى هدم المواد القابلة للتأكسود لأن الدسعو طلب كيمياء الأكسجين يخص جميع المواد القابلة للتأكسود ثم نفسر الخفاض دب أو خمسة بضخ كميات مهمة من ثنائي الأكسجين الذي يزيد أو يرفع من نشاط المتعضيات المجهرية الحي هوائية يعني نشاطها يتطلب أكسجين وبالتالي أكسادة المواد العضوية وبالتالي رفع من معيار دب أو خمسة نذكر أن الدب أو خفصة هو الطلب البيولوجي على الأكسجين خلال خمسة أيام ويقاسب ويمثبت أو دو لازمة لتحل المواد العضوية من طرف المتعضيات المجهرية نستمر فيما يخص التمرين أنهينا التمرين الثاني الآن ننتقل للتمرين الثالث والذي يخصه الظواهر الجيولوجية إذن نبدأ بقراءة معطيات التمرين تعتبر جبال عمان من السلاسل الجبلية الحديثة وتتميز بتواجد أكبر استسطح للأوفيوليت نقرأ وفي نفس الوقت نستحضر ما رأينا في الدرس الأوفيوليت رأينا أنه جزء من الغلاف المحيطي من القشرة المحيطية تواجده في السسلة الجبلية دليل على الطفو نستمر يمتد على طول 500 كم لتعرف بعض البنيات التكتونية والصخرية المميزة للجبل عمان وتحديد ظروف ومراحل تشكلها لاحظوا الهدف؟ هو تعرف بعض البنيات التكتونية والصخرية المميزة لجبل عمان وتحديد ظروف ومراحل تشكلها نقدم المعطيات الآتية يبين الشكل الوثيقة واحد تم وضع كل من الصفيحتين العربية والصفيحة الأوروأسيوية حاليا الوضع الحالي في الشكل باء وقبل 20 مليون سنة كما يوضحه ذلك الشكل التالي وتقدم الوثيقة اثنان مقطعا جيولوجيا على مستوى جبل عمان لاحظوا الوثيقة واحد تتضمن خريطتين مع العنوان ومفتاح إذن يجب قراءة المفتاح حتى يسهول قراءة هذه الخريطة مهم يجب أن نركز مع المفتاح ليسهول قراءة هذه الخريطتين هناك المقطع في الوثيقة اثنان ننتبه هنا إلى توجيه جنوب جنوب غرب وشمال شمال شرق لاحظوا مختلف المناطق هنا وكذلك إلى المفتاح ما هو أسود أفيوليت وجود صخور رصوبية مشوهة هنا لشكطيات سدائم الحواسينة قشرة قارية للصفيحة سدائم الحواسينة هنا قشرة قارية هناك صخور البيرمي الكريطاسي العلوي لا يهمني كثرة الأسماء نركز فقط ما هو مطلب هنا باعتمادك على الوثيقتين واحد واثنان ستخرج المؤشرات الدالة على تجاب صفحتين والمؤشرات الدالة على حدوث طفوين لنجيب عن السؤال إذن اعتمادك على الوثيقتين واحد واثنان إذن يجيب الرجوع إلى الوثيقتين واستثمارهما حتى نتوصل إلى الجواب عن السؤال وهو المتعلق باستخراج المؤشرات الدالة على تجاب صفحتين استخراج مؤشرات نرجع إلى الخريطة كيف نقرأ هذه الخريطة؟ نحديد بما أننا نتحدث عن صفحتين إذن يجب تحديد حدود هتين الصفحتين لنعلمها أو لنعرف ماذا حدث حتى تكونت السلسلة الجبلية لاحظوا الصفحة العربية وهذه الصفحة الأوروأسيوية لاحظوا تموضوع الصفحتين نقرأ هذه الرموز لم أفهمها أكيد إذن لكي أفهم هذه الرموز يجب أن أرجع إلى المفتاح ماذا ألاحظ في المفتاح؟ هذا اللون يدل على رواسب محيطية إذن لاحظوا بين الصفحتين هناك رواسب محيطية كذلك لدينا تداريس عالية نتجة عن التقارب تداريس عالية نتجة عن التقارب ولدينا مجال محيطي لاحظوا المجال المحيطي لاحظوا هنا قبل 20 مليون سنة المجال المحيطة فهو يوجد مساحات كبيرة من هذا المجال تفصل الصفحة العربية على الأوروأسيوية ألاحظ أنه لا يوجد ذلك المجال فهو محدود هنا تجاه حركية الصفائح يساعدني على القراءة فالق تراكبات لاحظوا أن لدينا مجموعة من التراكبات التي تدل على علاقة بين الصفائح هناك تقارب بين الصفائح إذن المطلب هنا هو حديد المؤشرات لعلى تجاب الصفائحة أكيد نلاحظ أن هناك تقارب الصفحة العربية والأوروأسيوية هناك نقصان في ماذا؟ في المجال المحيطي المجال المحيطي قبل 20 مليون سنة لكن حالياً تقلص فهو محدود في هذه المنطقة إذن نشير إلى ذلك كذلك في الوثقة الثانية نلاحظ وجود تشوهات على شكل طيات إذن تشوهات على شكل طيات وجود فوالق وجود تراكبات ونعبر عن ذلك نقول المؤشرات دالة على تجاب الصفائحة تقلص المجال المحيطي تقارب الصفائحة العربية والأوروأسيوية وكذلك وجود تراكبات وطيات وفوالق لكن نحتاج كذلك لإتمام الجواب ومؤشرات دالة على حدوث الطفو نذكر فيما يخص هناك وجود الأوفيوليت تطرقنا إليه سابقا ووجود كذلك الرواسب إذن نقول على أن المؤشرات دالة على حدوث الطفو وجود رواسب محيطية في المجال القاري وزحف المركب الأوفيوليتي فوق المجال القاري تواجد دائما الأوفيوليت فهو دليل على اختفاء كشرة محيطية وكذلك على حدوث ظاهرات الطفو حيث نجده على مستوى السلسلة الجبلية نتمن دائما في هذا التمرين مكنت دراسة الثلاث عينات صخرية أغ واحد أغ اثنان وأغ ثلاثة متواجدة بيصير حطار منطقة من الحصول على النتائج المبينة في الوثيقة ثلاثة هذه الوثيقة هي إبارة عن جدول يلخص لنا ظرف تشكول هذه العينات الصخرية ويوضح مبيان الضغط درجة الحرارة الممتلعة في الوثيقة أربعة مجالات استقرار بعض المجموعات العيدانية وسحنات التحول ما هو مطلوب؟ ثانيا باعتمادك على الوثيقة الثلاثة وأربعة إذن سنستغل الوثيقة الثلاثة جدول القياسات فيما يخص العينات الصخرية الثلاثة وكذلك فيما يخص مبيان الضغط درجة الحرارة لنجيب على الأسئلة الثلاثة آليف باق واجيم آليف حدد السحنات التحولية التي تنتمي إليها الصخر آغ واحد آغ اثنان آغ ثلاثة عندما نتحدث عن السحنات يعني نتحدث عن مجالات استقرار مجموعات معدينية تتميز بظروف ضغط وحرارة محددتين باق حدد التغيرات العيدانية التي تطرأ عند انتقال من الصخرة آغ واحد إلى الصخرة آغ اثنان ثم من الصخرة آغ اثنان إلى الصخرة آغ ثلاثة جيم ستنتج نمى التحول الذي خضعت له هذه الصخور والظاهرة الجيولوجية المسؤولة عنه أعليل جوابك نبدأ بالسؤال الأول ثانيا آليف نطلب منه هو تحديد السحنات التي تنتمي إليها الصخور آغ واحد آغ اثنان آغ ثلاثة انتلاقا من ماذا؟ انتلاقا من الوثيقتين ثلاثة وأربعة لاحظوا معي الوثيقة ثلاثة والوثيقة أربعة الوثيقة ثلاثة تبين لنا ماذا؟ قياسة الضغط والحرارة للعينات السخرية الثلاثة وهنا المبيان يبين لنا الحرارة ويبين لنا الضغط إذن يكفي أن نسقطة الضغط والحرارة وتقاطع الضغط والحرارة سيعطي ماذا؟ فهما مرجعين أفصول وقرثوب سيعطينا نقطة تقاطع ستكون صخرة وهذه الصخرة سنجدها سنحدد مجال تواجدها لتحديد نوع السحنة نبدأ بأغ واحد لاحظوا نحدد خط نرسم خط يمر من القيمة 0.3 نشير هنا على أن الميبيان فالمخوار العمودي يحمل يعبر عن الضغط وكذلك يعبر عن الغمق ولاحظوا قياسات الضغط فسلم الضغط يختلف على سلم الغمق يجب أن نتابع إذن الذي يتمثيل 0.3 نمثله حسب السلم الضغط لاحظوا من هنا من 0 إلى 0.5 0.3 ستتواجد بين هتين النقطتين نرسم الخط الأول ثم نرسم الخط يعبر عن درجة الحرارة 320 لاحظوا نقطة التقاطع فهي تعبر عن ماذا؟ عن الصخرة أغ واحد ونكتب أغ واحد بعد ذلك إذن حددنا أغ واحد إذن أغ واحد أين توجد؟ توجد في هذا المجال رقم اثنان فهذا المجال رقم اثنان هو شست الأخضر بعد ذلك ننتقل إلى أغ اثنان أغ اثنان لاحظوا 0.8 نرسم خط يمر من 0.8 جيجا باسكال ونرسم كذلك خط يمر من حرارة 400 درجة ونجد عفواً هنا 400 درجة فنجد أغ اثنان إذن وجدنا أغ اثنان المجال هو واحد يعني الشست الأزرق ثم ننتقل إلى أغ ثلاثة لاحظوا الضغط 1.3 وعفواً 1.7 جيجا باسكال ثم لدينا حرارة 530 نرسم الخطين تقاطعهم يحددوا نقطة هذه النقطة هي أغ ثلاثة فهي تنتمي للمجال أي مجال إنه مجال رقم أربعة مجال الإيكولوجيت نعبر عن ذلك نكتب أن الصخرة أغ واحد تنتمي لسحنة الشيس الأخضر أغ اثنان سحنة الشيس الأزرق وكذلك أغ ثلاثة سحنة الإيكولوجيت ننتقل إلى با حد التغيرات العيدانية التي تطرى عندنا من الصخرة أغ واحد إلى الصخرة أغ اثنان ثم من أغ اثنان إلى أغ ثلاثة نرجع دائما إلى الميبيا الذي أنجزنا لاحظوا معي أغ اثنان أغ واحد أين توجد أغ اثنان ثم أغ ثلاثة ماذا حدث أغ واحد يوجد حيث توجد معدني الكلوريت هنا يوجد الكلوكوفان إذن عندما نتقل من أغ اغ اثنان يختفي هذا المعدين يسمى الكلوريت كذلك نجد الأكتينوت يختفي وماذا يظهر يظهر الكلوكوفان بعد ذلك ننتقل من أغ اثنان إلى أغ ثلاثة ماذا يحدث الكلوكوفان هل يوجد في هذا المجال فهو لا يوجد بل يوجد بجاضي و جاضييت نقول على أن الكلوكوفان اختفى وظهر كل من بجاضي و الجاضييت ونعبر عن ذلك عند الانتقال من أغ واحد إلى أغ اثنان يختفي الكلوريت والأكتينوت ويظهر الكلوكوفان هنا كذلك في الوثيقة كانت موجودة كذلك الأكتينوت بعد ذلك عند انتقال من أغ اثنان إلى أغ ثلاثة يختفي الكلوكوفان وماذا يظهر يظهر هذين المادنين بجاضي و جاضييت هكذا نكون قد أجبنا على السؤال ننتقل للسؤال الموالي والمتعلق باستنتاج لما التحول الذي خضعت له هذه الصخور والظاهرة الجيولوجية المسؤولة عنه ماذا نقصي بالنماء التحول رأينا في الطرس إما تحول دينامي تحول دينامي حراري الظاهرة الجيولوجية المسؤولة عنه إذن تحول دينامي يحدث على مستوى مناطق الطمر يترى انغراز مواد باردة يبقى فقط دور الضغط ونتحدث عن تحول دينامي والتحول دينامي الحراري يتم على مستوى مناطق الاستضام إذن هنا ننتقل من اغ 1 إلى اغ 3 ما الذي تغير نلاحظ فقط ارتفاع كبير للضغم ننتقل من صفر فاصلة 3 إلى 1.6 في حين ضراج الحرارة تغيره فهو طفيف فقط من 320 إلى 530 إذن هنا نلاحظ أنه هنا فقط العامل الكبير هو عامل الضغط وهنا نتحدث عن تحول دينامي إذن خضعت هذه الصخور لتحول ضغط ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة أي تحول دينامي إذن الظاهرة المسؤولة عنه هي ظاهرة الطمر إذن يعني أن هذه السلة كانت مسبوقة بطمر إذن هنا في مراحل تكون السلسلة حددت ظاهرة الطمر ننتقل لتائما نستمر في معطايا الثمانية تلخيص الوثيقة خمسة مراحل تشكل سلسلة جبال عمان حسب النموذج التفسيري لمشاغ لاحظوا معي الوثيقة المطلوب منا هو ثالثا اعتمادا على نموذج الوثيقة خمسة هذا النموذج وعلى ما سبق ما ذكرناه من الظواهر آخر وهذا ضائرة الطمر التي بيناها بتحولات من أغ 1 إلى الصخرة أغ 2 إلى الصخرة أغ 3 حدد مراحل تشكل سلسلة جبال عمان مبرزا الظواهر الجيولوجية التي شهدتها المنطقة نرجع للجواب على السؤال نحضر هذه الوثيقة نضعو أمامنا ماذا نلاحظ أول مرحلة بما أن لدينا ثلاثة أشكال فمراحل سنلخصها في ثلاثة مراحل المرحلة الأولى أشير هنا إلى السنوات قبل 100 إلى 95 مليون سنة ماذا نلاحظ هنا هناك التوجيه هناك بحر قديم يسمى بحر التيتيس الذي يفصل بين الصفيحة الأوراسيوية والصفيحة العربية إذن يجيب قراءة معطاية الشكل قراءة شاملة لجميع هذه العناصر حتى يسهل استثمارها هناك سهمين ماذا يعني هذين السهمين نعم هناك تقارب بين الصفيحتين الأوراسيوية والصفيحة العربية ماذا كذلك يشار هنا إلى أن كسر كسر على مستوى ماذا على مستوى القشرة المحيطية لبحر تتيس يعني إذن نسجل مراحل تشكول ما بين ناقص مئة وناقص 95 مليون سنة حدث كسر على مستوى الغلاف السخر المحيط لبحر التيتيس نتيجة ماذا نتيجة هذه القوى انضغاطية ننتقل للمرحلة الثانية ما تحدثت تقريبا قبل 95 إلى 90 مليون سنة دائما يستمر تقارب ماذا حدث هنا الظاهرة بعد الكسر دائما هناك طمر ظاهرة الطمر هناك الغيراز قشرة المحيطية أسفل أخرى إذن حدود طمر ثم نسميه طمر دم محيطي ثم زحف الغلاف السخر المحيطي للصفيحة دائما هذه فهي الصفيحة الأورو السيوية فوق الغلاف صخر المحيطي للصفيحة نعم إنها الصفيحة العربية ثم في مرحلة ثالثة ما تحدثت قبل ناقص 90 قبل 90 إلى 85 مليون سنة ماذا حدث إذن وصل لاحظوا على أن دائما زحف الأورو السيوية القشرة المحيطية تصعد لاحظوا هنا ستصعد فوق الصفيحة وهذا ما يسمى الطفو ستشكي مشكلة ما يسمى بالأوفيوليت إذن نسجل ذلك زحف الغلاف الصخر المحيطي لبحر تيتس فوق الغلاف الصخر القاري للصفيحة العربية ونسميها بظاهرة الطفو تنتج عنها تشكل أوفيوليت منطقة السمائل وما لاحظنا في الوثيقة الثانية في هذا التمرين عزاء التلاميذ إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الجزء المخصص لتصحيح الامتحان الوطني لسنة 2018 لشعبة العلوم التجريبية مثلك العلوم الفيزيائية أدعوكم عزاء التلاميذ للاشتغال على التمرين السابقة على الامتحانات حاولوا دائما بتطبيق المنهجية خاصة سواء بالنسبة خاصة بالاستلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني وأتمنى لكم حضا موفقا وإلى اللقاء